اكوة وصفة بوتوفور ممكن تجربوها عندك زبدة هتشتغل عندك سمنة هتشتغل عندك كسة هتشتغل عندك مكان هتشتغلي كل الملاحظات هتتقال في الفيديو عشان بإذن الله كله هيبقى في إمكانية أي حد يقدر اللي هو يعمله ومش هقول زي المحلات لإنه أحسن كتير يا جماعة كفاية ريحتوا بتخبز والنعمة بتاعته والخفية بتاعته بيدوب حرفيا لايك كتير للفيديو وشير كتير ويشرفهم طبعاتكم بس يرطلها كتير جدا للفيديو داي جماعة وشير كتير ويلا نشوف التراوي المقدير مع بعض هقول هنا مقدير بالجرام وفي صندوق الوصفة أو في الكابشن هكتب بالكوب والجرام إن شاء الله شايفيني النعومة يلا نبدأ في البداية معايا 700 جرام زبدة أي نوع تمام نزلت عليهم بـ 50 جرام من السمنة تمام لو أنا هتشتغل بسمنة بس هيبقى 700 جرام سمنة وتكون سقعة تمام هنزل عليهم بـ 320 جرام سكر بدرة ماي وعادل 2 كوب تمام ويكون ما نخل قبل كده يا جماعة سواء هشتغل في المضرب أو في العجان وفي كابة يا جماعة بيكون فيها السلاح قوي ينفع للخفق تمام ينفع نقدر اللي احنا نشتغل بعدي تمام لو احنا هنشتغل في عجان فهنركب الأداة اللي هي زي الكف دي هنبدأ نضرب السمنة والزبدة والسكر البدرة وأي نوع زبدة شغال بس أبعد عن الزبدة الفلاحي لإن بيكون فهن نسبة مية كافي لإن هي تفرش البطفور وترطبه تمام زي ما انتوا شايفين كده قدامكم بنضرب يا جماعة لحد ما الخالط يكون كريمي سواء هشتغل بالزبدة والسمنة أو هشتغل بالزبدة بس أو بعتذر بالسمنة بس أو كده بس المعادلة دي يا جماعة بتاعت الزبدة والسمنة دي معادلة محلات بفضل أضرب يا جماعة فيهم لحد ما الخالط يبقى كريمي وهاش وأما حاجة يبقى كريمي وهاش عشان لما انزل بالبيض تمام ماي الزبدة ما تفصلش معايا تمام بعد كده معايا ثلاثة بيضة زائد اتنين أصفر بيضة يا جماعة عشان ناخد النعومة اللي انتو بتحبوها طبعا على سرعة هادية والبيض طبعا فيه أصنصة حليب أو فانيليا تمام بنزل كده بيضة بيضة تدريجيا البيضة تختفي بنزل بالوراء على طول لحد ما بخلص كمية البيض بتاعتي تمام زي ما انت شايفين قدامكم بالشكل ده بعد كده معايا كالو دقيق فاخر أو دقيق جماعة الأغراض أو دقيق أحكي بسكوت أو دقيق كيك أو دقيق نسبة البروتين من 7% لتسعة في المية تمام وما بقلبش كتير ودقيق في البوتوفور ما بياخدش معايا أي مادة رفعة إطلاقا يا جماعة تمام بنكتفي بالزبدة والبيض وكل حاجة اللي احنا ضفناها يعني بخلاف البسكوت تمام وما بنضفلوش مادة سائلة خالص ما بقلبش كتير يا دو بيتلمم بعد كده في بايبن جباج بدأت أشكل اللي هو الشكل الصوبع المعتد ده تمام بسحب وبعمل وردة كده تمام على قد قبضت ايدي وبشكل بالشكل ده وبدأت برضو عمل روزوتات أي أشكال تحبوها تمام كم ضغطة كده يا جماعة تمام وأي أشكال تحبوها فيه شكلان راحوا يا جماعة الصدفة والشكل اللي هو المدور العادي اللي بتتب السادة الصدفة تمام بالبلبلة طلع نازل والشكل العادي اللي هو أنا بعمل بتب سادة دواير كده طبعا أنا كنت عملت مقدار لوحده مقدار شوكولاتة عملت نص المقدار ولو هنعمل نص المقدار هيبقى يا جماعة بيضة تمام زايد اثنان أصفر بيض للنص كيلو تمام عشان بس تبقوا فهمين لو هقسم المقدار يا محمد يبقى الباضي ازاي لأن الجماعة عندي بيحب الشوكولاتة يا جماعة وبالنسبة لو أنا هعمل مقدار شوكولاتة هحطي بس 485 دقيقة و 15 جرام كاكاو تمام وبعد دوم على مصفة وما بقلبش كتير وببدأ أشكل تمام بالشكل اللي قدامكم ده والسجن بتاعت مش مدهونة أي مادة دهونية اطلاقا دايركت على فرن سابق التسخين مسبقا درجة حرارة 170 مقاوية رفة أوسط بيقعد معايا من ربع لتلت ساعة ممكن ياخد نص ساعة عادي تمام بيطلع معايا من الفرن أسيبه إيهده خالص ونبدأ نشكل الشكل اللي هو بتاع الصدف يا جماعة والله يا رحم الممري وحاولت اللي أنا رجعه معرفتش يعني والشكل اللي هو المدور ده كنت بعمل وبتب ساعة دالية اللي احنا كنا عاملين بقى الغريبة يعني سهلين يعني بعد كده يا جماعة أبدأ أحشب ومربع ممكن شوكولاتة صحيحة عادي أهم حاجة لو أنا هعمل بمربع أكون غالياها وسايبها تهدى عشان اللي أنا يعني أدي لها كده صلاحية تمام وما تعملش معايا في البطفور أي تأثير وبدي كده مسحة بسيطة يعني سحبة بسيطة وبغمس مش بحط حشوة كتير عشان البطفور يمسك كويس وما يرتبش معايا ومستحيل يا جماعة يرتب معاكو لو قاعد حتى شهرين ثلاثة أو يجرى له حاجة وانتو ملتزمين بالله أنا بقول عليه ده ممكن بشوكولاتة صحيحة عادي مفيش أي مشكلة أهم حاجة نجلب سلبطفور بتاعنا كويس وأي مربع طلع بسحبها كده بإيدي بعد كده معايا شوكولاتة خامس صحيحة أنا مشتغل بشوكولاتة حليب معايا 200 جرام تمام هو خده أكتر مني خده أكتر من كده مني خده بالزبط يعني 300 جرام تمام بدي لهم بس معلاقة كبيرة من الزيت ويفضل يكون زيت دورة أو دوار عشان ما يديش ريحة للبيتوفور تمام وبدأ أغمس كده ويفضل بعد ما نحشاء ونجلسه سواء بمربع أو بشوكولاتة تمام نسيبه يا جماعة ساعة قبل ما نغمسه في الشوكولاتة عشان يتمسك كده ويسمغ مع بعضه وبنبدأ نغمس كده والفنش حسب الرغبة بتاعت حضاراتكم بدأ تغمس كده جزء بشوكولاتة سادة وبدأ تغمس جزء بشوكولاتة مع فوز دق مجروش محمص تمام ومع بندق مجروش أو حسب الرغبة اللي مطاح عندكم ممكن فارماسل يا جماعة ممكن سبرينكلز ممكن سادة بس ممكن جوز هند اللي عندكم اشتغلوا به تمام وهم حاجة يا جماعة كلما الشوكولاتة تشد شوية بناخدها على حمام مائي أو في المايكروهيف ثواني تمام ولو حمام مائي ما يطلهش بخار عشان ما تخرس معايا بدأت برضو كده غمس نص بطفورة وبدأت أدي بندق تمام وبدأت برضو عامل جزء حطات لوز تمام والجزء السادة ده بدأت أغمسه كده تمام في الشوكولاتة وبدأت أديله كده شوية بديل أوريو مجروش أو أي حاجة متوفرة عندنا بقول لكم الفنش حسب الرغبة يعني أنا أدت لكم بس شوية أفكار والمتاحة عندكم تقدروا اللي انتوا تشتغلوا بيه بدأ للأوريو ده يا جماعة بتباع في أي محل مستلزمات تقدر اللي انتوا تشتروا مفروم وتريحوا دماغكم أو تشتروا كامل وتطحنوا عادي في البيت بدأت كده أكسر كده يا جماعة جزءوا بشوكولاتة بيضة وعملت برضو حاجات بشوكولاتة بيضة بعين جمال وفزدق كامل كده بدأت عامل خطوط كده تجزعات رايح جاي كده بدأت أكسر بشوية فزدق مطحون برضو شغل فاخر كمية محترمة جدا يا جماعة لو جبناها من برة هتكون غالية أي نوع زبدة يا جماعة شغال بس نبعد عن الزبدة الفلاح عشان بيكون فيها نسبة مية كافل ان هي ترطب البطفور وتفرشه معنا تمهم؟ شايفين الشكل والمستوى؟ ده مش كل الكمية طبعا سبت جزء سادة عشان الجماعة اللي عندي بيحبو سادة وكده الفاقة يعني اللي بيحبو عندي البطفور سادة وكده يا جماعة شايفين الشكل والمستوى يا جماعة؟ كأنه بطفور معمول بمكانة وجاي من أفخم محل بالزبط دوابان خفية هشاشة مفيش بعد كده شايفين البطفور عاملة ازاي؟ ويفضل يا جماعة البطفور يكون واخد لون من فوق عشان ما يرتبش معايا لو الفرن بتاعي ما بدلوش لون من فوق أفتح الشوايا شمع بس بألف هان عليكو يا رب جميع